طبعاً كما ذكرت في القرنفل عندنا القرنفل هو عنده أنيفي أنتباكتيريان ويعالج تقرحات الفم يعالج عنده إيفي أنستيزيون لأنه تقرحات الفم لا تدير ألم شديدة غير ما يقدرش واحد يستحملها لا يستعملوه هو ندير قطرة منه في الماء ونضمو به هذا في حال التقرحات عندنا غسول الفم نديروها على حساب الاحتياج تعنا كان اللي يحب يدير غسول يعني لجال ليجيان كوتيديان تعوه كان اللي يتخلص من روائح كان اللي يحب عنده مشكلة تقرحات دائمة تروح وجي نديرو القرنفل إذا كان حب واحد يدير نفه بلانشيسان نديرو زيت الأساسي تعالليمون وعنا الزيت منعش تخلص من روائح كارها من الفم نديرو أنعنا الفلفولي هذي باش نديرو ننخصو ووش يحب الإنسان كان ثانيا عنا زيت شجرة تتاك وزيت أساسي فيها مضاد للفطريات مضاد بكتيريا هذا استنداختين يقدرون نديروه دائما عنا الزيت النباتي اللي يديرو فيه نديرو فيه زيت جوز الهند ولا زيت السمسون بتاع الجلجلين زيت الجلجلين زيت الجلجلين المعروف عليه أنه الكافيت بيكال تنتصه بمليح ويساعد على تخلص من البكتيريا الضرارة في الفم هو يقتلهم ونفس الشيء بالنسبة لزيت جوز الهند لأنه زيت سمسون ما شوية قليل تواجد تاعه بساحة جوز الهند متواجد دائما نبدأ يخلطوا معلمة هذا ونبعد نديرو الزيوت نخاف الزيوت الأساسية في الزيت النباتي ونبعد هذا يتخبى ونديرو له كين كونوحي نديرو بندبوش نديرو فيه ماء دافي هالكمية ديرو؟ نديرو ملعقة كبيرة تاع زيت الناباتي ونديرو الكمية كثيرة تاعه نقدروش نديرو زيت نباتي آخر غير نقدرو يصلح زيت زيت زيتون يصلح لأنه عندو مضاد بكتيري هو وقلنا زيت السمسون وهذو ثلاثة هما للملاح وأكساسيب للناس توفرين نحن نديرو منعش بنعناع الفلفولي نعناع الفلفولي عندو إفي ثاني أنتي انفلامات وقل يكونو عندنا ديزابسي هو ينقص احنا من الغيوش دور أكيد خاصة تفزابسي دايما لكن هو يساعد لتخفيف الآلة حتى رحتو يعني لحقة هيلة نظن رائحة الفم يفيد بزافة درتي قطارات عنا في الكمية هذين ديروا عشرون قطرة عشرين لازم يكون المادة فيه هكذا باش الزيت يت خلط ديروا ديروا مقدار ملعاقة الماء دافي لازم يكون الماء دافي لأنه يكون الماء بارد زيت جوز الهند يجب لحظة يتخلط يقضى ويدير بندبوشتها لائحة عنا ثاني زيت الرند زيت الرند مليح بزاف لتقرحات الفم لأنه يدير يسيكاتريزي هذيك التقرحات ويخليها نزيش تكبر ليما عندوش مثلا زيت جوز الهند يحب يدير غير هذا النعنة على الففولي يقدر يدير لكن استعمال يكون فوري أنه يتبخر غابي دماء بالنسبة لهذا وش نديروا بهم ما استعملتهم هذا نقدروا نديروا بنا كيكون كاين تقرحات لازافت نديروا القرنفل وكي نحب نديروا زيت الليمون نقدروا نديروا معه نزيدوا معه زيت الليمون هكذا ويولي عندو رافخي شيسان وبلانشيسان يعني زيت الليمون فيه يحتوي على موليكول لليمونين هي تحارب البكتيريا وتدير كما أنتيسيبتيك أنه هي تدير حاجز على لثة والأسنال باش تقيهم هذا يستعمل لك مباشرة مر الأكل أو خطرات نهار يستعمل خطرات في الليل بعد البغوصاج لأن البغوصاج راح فرشية الأسنان توصل مناطق كثيرة أعمق وأنها خاصة بين الأسنان لكن هذا راح يوصل الكامل تحت الليسان الليسان خاصة الليثة هو مليح بزاف الليثة مليح زيت السمسم مشاكل الليثة كما تكون البرادونتيت والجنجيفيت هو يبداون في الليب